اعتمد الترشيح الفردي بدلاً يعني من القوام الانتخابية ليش الاعتراض هذا احتمال بأن يكون مرشح ضعيف وليس له شعبية لا هو كل احتمالات واردة الحقيقة لأنه هو قانون جديد وقانون الحقيقة عاد رسم خارطة السياسة في العراق وعلى أقل تقدير عاد رسم خارطة الأقوياء في القادم من الأربع سنين عاقل تقدير الأربع سنوات القادمة يعني مثل ذكر أستاذ نجم قبل قليل أنه الآن القانون خدم الكثير من الناس الذين على أقل تقدير يعملون في أن واحد من أولاد محلتهم يعينونه ويكون ممثل عنهم بالتالي على أقل تقدير يضمنون أنه إذا يحتاجون من عند خدمة كذا ممكن يقدم لهم هذا الحقيقة واحد من إيجابيات هذا القانون ومن إيجابياته أنه الآن كثير من الشخصيات المستقلة وحتى على أقل تقدير من شخصيات تشرين ربحت السبق الانتخابي وهذا كان هدفهم وأنه يدخلون بالمنافسة السياسية ويكونون أعضاء أولا نترقب من عندهم ونتأمل من عندهم أن يكونون مستوى الحدث نتأمل أنه ما تغريهم الانتيازات والأموال وما يروحون مع هذا الحقيقة مع هذا يعني العمل اللي الكثير من الشخص في أعضاء مجلس النواء مع احترام وتقديري لكثير منهم ولكن هي صارت حالة واقعية أنه النائب يفكر وإلا هذا التزاحم أستاذ رائد والصراع وهذا التكالب يعني أنا أشرت فيه كذا مرة قلت والله لو رات في عضو مجلس النواء بمليون ما نشهد هذا الصراع بس مليون وتروح بسيارتك وتجي بسيارتك حتى بانزيناتها ما نمطيك ما كثير منهم تنازل عن المخصصات وعن الروات بس المشكلة هي هاي يعني الامتيازات وتخصيصات مالية وإيجارات بيوت ورواتب حمايتك ويعني هو هذا اللي يغري وإلا أنا أسأل سؤال ووالد واحد يجاوبني عليه هسا مو بس أنت أستاذ رائد أستاذ نجم بس أي واحد ملصف يعني واحد ينفق 300 مليون دولار 400 مليون دولار وتصل إلى مليار دينار عراقي مثلا خدمة للوطن منين رح تسترجع هذا شو نفكر أنت بالأربع سنوات شو تقول لا مستحيل يعني موقوع أنه أنا أقول دائما السياسي أو المسؤول قبل السلطة يشحد من الناس وبعد السلطة الناس تشحد مننا أنا أعرف أحد المرشحين صرف أربع ونصف مليار دينار بيته طبعا بالجادرية وبعد ما فاز يجو أربع كوسترات قال أنا ما أستقبلهم لأنه الآن مشترين بفلوسي طبعا هو ملعب عليها اللي هي بما نباع صوته اللي هي شخص النقطة الأخرى ذكرها دكتور سعد فعلا أنت من تخسر لك أربع مليون دولار أولا أنا سألك هاي ملك الفلوس ملك هو شاد في العراق من سبعة لتسعة عوائل غنية قبل شنو 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 سبب صرف هذه المبالغ أولا أكشوف المال السياسي الخارجي وغراتب معروف ومخصصات معروفة أدى قد تكون مال سياسي خارجي أكو هناك من يدفع لأشخاص حتى يكونون مطيعين لهذه الدولة طبعا المعيب سياسي أو حتى مواطن أو إعلامي أن يكون بوق أو يكون عميل أو تابع لهذه الدولة هذه ليست شبة العراق والعراقيين نحن نتسم لا نؤيد للتبعية ولا الاحتلال بكل مسمياته مهما يكون جار أو غير جار لكن على ما يبدو عدم وجود عقاب وحساب وتستسهال المنصب والامتيازات التي تمنح للمنصب جعل التباطع والتصارع شارك في هذه الانتخابات ما يزيد عن 3200 مرشح صح هذه بالعداد والفائزين هم 329 طيب أي حق للجميع الاعتراض نعم من حق أي واحد فائز أو خاصر أن يعترض على الأصوات التي حصل عليها سواء خاصرا أو فائزا لكن وفق القانون نحن نرى القانون نعم من كل الفضائيات لا يحتاج إلى تشدق يقدر ما يحتاج إلى الإلزام والالتزام نعم ما هو الإلزام والالتزام أنا بما أننا عندي قانون هذا القانون أمشي عليها ويطبق لكن شرط أن يطبق بالعدالة على الجميع نحن نرى بكل دول العالم الشعوب ما عدا حقوق الشعوب طعم المواطن عليها واجبات وإلى حقوق نعم ينبغي على الدولة وعلى السلطة أن تحمل مواطن من التجاوزات المواطن من التجاوزات شكرا